وتعالوا ناخد أول سؤال من الأستاذة محبيبة من الإسماعيلية أستاذة محبيبة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وكاته وصلاحك طيب يا مولانا وحديك طيبة وفتحة وبركة يا رب الله يخليك بعد أذنك أنا عندي بعض سؤالين إن شاء الله صغيرين الأولين أنا كنت بصلي التراويح هذه في الجامعة زي أي ست وبعدين أنا جاء في دمجل حديثة هيئتنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو صلاة المرأة في البيت أفضل فهل ده معنا أن أنا إن شاء الله مصلي في البيت هاخد سواب أكتر يا مولانا أو هاخد حسنات أكتر طيب يا جاوبة على حضرتك السؤال التاني السؤال التاني بعد أذنك حدك أنا دولتي بأترى في المقرأة في الجامعة وفي المقرأة معايا سيدات فاضلات وكل حاجة ومدينات وكل حاجة بس إيه بيدغطوا علي يا مولانا عشان خاطر أنا درست في مهد درستات إسلامية ومعايا دبلومة درستات إسلامية وكده بس أنا مش خارجة أظهر فبتغطوا علي أن أنا أعمل درس دين وعلمهم اللي أخدتوا في المعهد في الجامعة أنا أقولتهم ده ممنوع الأوقاف مش هتوفر أني مش خارجة أظهر وبعدين أنا أخاف من زنب الفاتوى من هنا بدون علم فهم بيتغطوا علي بفكرة أن الأمر معروف أنها منكر وأن أنا لازم أعمل كده أقول لربنا هديني زنب يوم القيامة اسمه زنب كتم العلم وأن العالم اللي يكتم علمه ده بيخش النار ربنا بيهدخل النار فأنا عايز بعد إذنك بس تحلي خلاف ده ما بيني وبينهم هل فعلا أنا بمضغل حضرتك شايفة نفسك علمه؟ لا طبعا صحي طب خلص ما تسمعيش كلامه دول الناس اللطاف جدا 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 وكل اللي عندهم ده عبارة عن طبعات وشوية أفكار كده كلها متلغبطة وأشكال وأفكار متدخلة مع بعض وبيتدعوا المعرفة بدين الله سبحانه وتعالى وهم دول اللي بيباوز الدنيا أنت حضرتك تعلمتي عشان تصلح عبادتك وتحسني قلبك وتزكي نفسك وتحس بأنك أنت تقدر تعملي الخير فأنت عملت تعلمتي ده عشان تصلح حالك مش معقولة كل واحد يتعلم عشان يصلح حاله يبقى التطور الطبيعي للإنسان العادي هو إنسان ثم بعد ذلك يبقى تحول إلى عالم وإلى مدرس وإلى دعية ده فساد عريض ده اللي عمل كده شوية شوية في الشباب بقى الشاب بعد ما كان حاله مش مستقيم يبتدي هو يصلي بعد شوية يسمع شوية حاجات يتحول بعد كده إلى إيه؟ إلى آمر بالمعروف وناهي دي مش شغلان على فكرة هو الراجل اللي بينصح ابنه ما هو آمر بالمعروف وبي أنا عن المنك اللي بينصح الناس في الشغل اللي بينصح الناس في كل حاجة لكن فكرة إنه يبقى فيه شغلانة كده اسمها الآمر بالمعروف إنها عن منكر دي مش شغلانة الشغلانة دي تشغلانة المحتسب اللي هي خلاص بقت رسمي موجودة هناك في وزارة الداخلية فالناس دولة مش منتظرين هم يعملوا كده واللي عايز يحتسب يرفع الأمر ده للجهات التنفيذية وهي تقوم بداه أما في العلم فالعلماء كفونا المقونة مقونة إن كل واحد يجي يتعلم يومين ثلاثة ولا شهر ولا سنة ولا سنتين يتصدى للعلم ده بالعكس ده ممكن يكون جريء مش بس على الفتوى ده كمان إنت حضرق قفزت قفزة إن أنت خايفة من الفتوى ده الفتوى كمان درجة بعيدة كمان محتاجة بعد ما الواحد يتعلم يروح يتدرب وتدريب طويل على مهارات الفتوى وعلى علوم الفتوى دي مسألة تانية خالص طيب لأن مش كل الصحابة يتعلموا ومش كل الصحابة اللي يتعلموا قفته ومش كل اللي قفته قفته وكتروا من الفتوى مسألة صعبة يا بنتي واللي يعمل كده هتجرع على مولانا ولا تقولوا لما تصفوا سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فأربع على نفسك اللي انت بتقولي ده صح وما تعملش حاجة تانية أما صلاة الترويح حدث النبي صلى الله عليه وسلم بين الأفضلية إن المرأة تصلي في بيتها طب إذا كانت هي ما بتعرفش تصلي في بيتها أو ما بتصليش في بيتها هي بقى هو الخيار إن هي قادرة تصلي في بيتها وقدرة تصلي في المسجد هي بقى صلاة في بيتها أفضل لكن لو هي مش قادرة تصلي في بيتها وبتقد عاونة إن هي تصلي في المسجد خلاص بقى صلاة في المسجد هي أولى لإن هي مش واجد عاونة للصلاة في البيت يبقى المسألة واضحة وأنا وضحت لحضر لك السؤالين